السلام عليكم اخوتي اهلا ورحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطيما و ان شاء الله فصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله بريوش والكوكوس في طريقة اللي سهلة وسريعة وكذلك بمكونات اللي بساطين واقتصاديين صراحة بالنسبة للبريوش يال اليوم فكيجير اعجدان كيجيل ديد بزاف كيجيه شيش كيجير طب من داخل وقطني صراحة كانت منها ان شاء الله جربوا هنا الاعجاب ديالكم انا اكيد اكيد ان شاء الله لاجربتوه فغيعجبكم بزاف لحقاش فعلا كيستحق تجربة قبل ما بدو الفيديو كامل عادة منساش دعمني ويراك ديكم باش تجعاني باش ايما ان شاء الله نجيب لكم الجديد كذلك تقول ما ركا تشوفوني فمنساش شتركوا في القناة فعلوا زرس باش ايما توصلوا بجايد ديالي ويمدابل ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة المكونات فغان نحتاج هنا ملعقة كبيرة من الخامير لالفورية اللي هي خاميرات الخبز كذلك غان ضيف كأس الا ربع من الماء الدافئ بالنسبة للمحر وهاكيا شوية تصخنوهم دابا شوية الجو يعني بارد باش اكيا العجينة ديالكم ضغية كتختامر مهم كنحرك الخالي ديالي حتى كالدوبلي الخاميره ومباشرة غان ضيف ملعقتين كبيرتين من السكر سكر حبيبات وبالنسبة للسكر كيبقى على حساب الضوغ يمكن لكم ديرو احتل ثلاثة ديال المعالق لكن اكيا عزيز عليكم البريوش حلو بزا بديرو ثلاثة ديال المعالق انا فدقيتها فغان ضيف كيس من نكهة سكر فانيلا باش اكيا كيجينا البريوش منكه يمكن لكم تعودوا هاد الباني هادا بالنفع يحب الحلوة طوما كيجيو زوينين فدقيتها هذه اللحظة معايا فاضفت ملعقة كبيرة من الخل وغان ضيف بيضة واحدة صراحة بالنسبة لهاد بريوش هادا فكيجي زوين بزا ففي نفس اللحظة يعني ضغياء كيوجود مكونات ديالو بساطين هنا للاحظة معايا اضفت ملعقة ملعقة عفوان صغيرة من الملح وكنحرك مرة اخرى حتى كيضوب لي البيض ويدوب السكر وكذلك كنتأكد بان الخميرة ديالي دابت وكاخر خطوة فغانضيف الزيت انضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت كما كنقول لكم دائما حتى كنشوفوا يعني الخميرة ديالنا دابت قاعد كنضيفو الزيت حتى الزيت كيوقف شوية تفاعل ديال الخميرة هنا كنحرك الخليط ديالي مزيان وغنضيف ملعقة كبيرة من بودرة الحليب بالنسبة لها البودرة ديال الحليب يمكن لكم تعوضوها بالحليب العادي مثلا ما درت انا يا كاس الا ربع من الماء الدافئ انتو ما غا تعوضوه بكاس الا ربع من الحليب الدافئ وما تضيفوش دك ساعات بودرة الحليب يعني انتو ما كيبقى لكم الاختيار انا اللحتو معايا فبوباشرة قنضيفو الدقيقة نحتاجو ربعا ديال الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيقة اللي هي 400 جرام وبالنسبة لدقيق ديالي فعندي مغربل انتو ما اللي ما كانش عندكم الميزة مغربلوه ومن بعد عاد عمرو الكؤوس ديال العنبة ديالكم بالدقيق عمروهم غرب الملعقة بشك اياه كل كاس كيعطيكم 100 كرام باش منيكديرو ربعا ديال الكؤوس كيخرجلكم يعني 400 كرام باش يجيكم العبارة مضبوط انا اللحتو معايا بالنسبة للكاس الاخر كم قنضيفوه على دفوعات غير شوية بشوية باش اكي كنرد البال من تقلش العجينة غير كيباليك العجين شوية تماسك لا اللحتو معايا ضفت له نصف ملعقة كبيرة من زبدة الطرية وكنحاولها كيندمجها مزيعة في العجين فشكل هدايا وقنضيف تكساعد دقيق شوية بشوية نضيف اللقيته كيس ديال الخاميرات الحالوية لكيزون 8 جرام وغنحرك الخاليد ديالي نسيان ومبقى مرة مرة كنضيف الدقيق حتى نحصل على القوام اللي انا بغاه وغنمريكم ان شاء الله العجينة ديال نخص نخليوها في هاد المرحلة هادية نخليوها خفيفة شوية وبالنسبة للبريوش ديالنا يعني ما كندلكوه موالو فقط كنضيفو الدقيق وكنحاولوها كيام نحركو حتى كيختفن الدقيق يعني كنحضروه بدون دلك انا اللحظوا معايا القوام ديال العجين كيفاش داير كيكونك واحد القوام اللي خفيف يعني ما زال خفيفه في نص اللحظة ماشي جاري لا اتشكل هدايا فهاد لوقيته هادي فغنقسم العجينة ديالي لا جوج صراح انا قدرت غير عيني ميزاني انتم ما لبغيتوا كيوزنوها وديروها فالنصف الانشان ديروها ماشي مشكل النصف خليتو جانبان وهدايا فغنديرلو الدقيق وانحاولها كيام نقصحو ميبقاش القوام ديالو خفيف بحلي كان ماشي يعو تاني نقصحو بزاف كسكو عمي ما نخليها كايا واحد العجين اللي يكون ما كيلتاسقش باليد وفي نفس اللحظة القوام ديالو ما زال ارتب لاحظوا معايا فاتش كل هدايا بسكو العجينة ديالنا ارتبع وما كيلتاسقش باليد وبالنسبة للدقيق فارا الكمية ديال الدقيق كملت هدا بضفت ربعا ديال الكؤوس ديال الدقيق اهنا يا فاد هنت العجينة ديالي واحد شوية ديال السيز وجمعتها وغنضيرها فاد الايناء نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها جانبا بالنسبة لها دي فغنضف لها ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو المر انا استعملت هنا يا الكاكاو البني وكنحرك مزيان احتك هنده بجليدك الكاكاو مزيان وفي نفس اللحظة القوام ديال العجينة كيبال لي يعني تقال لابن لكم ما زال ما تقال واحد شوية يعني يبقى جاري زيدوه شوية دقيق يعني اذاك شي كيبقى على حسب النوعية ديال الكاكاو وصراحة الكاكاو كيقصح العجينة يعني وخادرت غير ملعقة كبيرة ونصف ولا نفس القوام الاخر انا اللحتوا معايا فاخليت العجينة ديالي احتختها برسم زيان واضع في الحجم دياله اقطيتهم بجوج بيهم ومباشرة كان جي وكان فرغ منهم الهواء بالنسبة للعجين اللي بلو الابياد فكان قصموا اربعة ديال الكويرات يكونوا كبار ووحدة كنديرها صغيرة وكذلك بالنسبة اللي باللول الاسود تهوى يعني نفسه قدرت ربعة كبار ووحدة صغيرة لا بالنسبة اللي بالكاكاو ولا اللي باللول الابياد هنايا مباشرة غندوز نصرح العجينة ديالي انا صراحة ما خليتها اشترتح نيشان كندوز نصرحها نصرحها هنايا بشكل طولي كندرلها واحد القطعة ديالشوكلاة ومبعد كنقطعها بها تشكل بشجرارة وكروليها كنحاولها كيعجم بالتحتانين تبتو وفقد لقيتها دي فغنحتاج هنايا الكوكوت اللي درتلي واحد شوية ديال الزبدة من اللي تحت درتلي الورق ديال الطبخ هنيا كنجيب واحد الكاس وكنديروه في الوسط كندهنه بالزيت وكنديروه في الوسط موية بالنسبة للكوكوت فالجواني بديالها مدهنته مش بالزبدة حيث انا يا محتاجة الكوكوت ديالي العجين يلتسق لي في الجواني بديال الكوكوت ما تدهنوش الكوكوت كاملة بالزبدة درت غير القاع ديال الكوكوت هو اللي درت له الزبدة هنيا استمر بنفس الطريقة غرولي العجينة ديالي اللي بلول اسود وغمقها غادا كنديرو وحده بيضه وحده كحله وحده بيضه وحده كحله حتى ندور الكوكوت ديالي كاملة بالعجين موهم بالنسبة لهالكويرات الصغارة اللي بقاولي فكنشد الكويرات البيضة كنسرحها كاملة وهادي اللي بلول اسود كندرله شوكولات مالداخل وكندير البيضة فوسط هاي الكحله باتشكل هدا من بعد كنقطعها بالسكين على 4 وكندير الكاية مو يمكن شكل بحل واحد الوريدة مو بالنسبة للقطع الوسطانية يمكن لكم تخليوها غير دائرية مشي مشكل انا هنيا بغيت نديرها تشكل هدا كنحييت ذاك الكاس وكنحط الوريدة ديالي فبلاست ذاك الكاس كنت هاللعجينة ديالي بحشوية ديال زيت نباتية عفوان باش ما كدرليش الوجه وغانا غطيها بالغلاقة دياله وغطيها كذلك بحد المين دياله وخال العجين ديالي حتى يختمر مزيان ويضاعف الحجن دياله كيما كتلاحظوا معايا بعد ما كيختمر العجين فكندرلو كندهنه عفوان بصفار البيض اللي درت له واحد القطارات ديال الخالي يمكن لكم ديرو لو حتى قطارات ديال الحليب وكندها البريوش ديالي مزيان بصفار البيض مباشرة كندرلوها تويب هادا كذلك غنغطي الكوكود ديالي وما تويب كنديروه باشاك كيبغي البريوش ديالي كيكون كيطيب ذاك البخار اللي كيطلع ما كيطحناش فوق البريوش كنغلق الكوكود ديالي وعنا نار مهيدة اللي لحتو معايا قريبة طفا داروري ما تكون العافية مهيدة باشاك البريوش ديالكم عفوان كيطيب وكي نشوف من اللي فوق ومن اللي تحت كيكون يالله تحمر هنا يلا لحتو معايا فانا حضرت بريوش اخر هادا غنضخلو للفران باش في الاخير نوريكم الفارق ما بين البريوش اللي كيطيب فوق البوطة والبريوش ديال الفران انا صراحة ما عنديش قلب صغير در صغير هاد طاجين هادايا وغنضرلو الاليميليوم فليد ديالي وغنضخلو للفران ويمصراحة بنصفل هاد طاجين هادايا فالقطر دياله هو صغر شوية من الكوكود يعني الكوكود كبار منو هنا يلا لحتو معايا فمباشرة كندوز للعاجي اللي عندي في الكوكود كنشوفها واش نشفت من الفوق هنا يراها نشفت كنجيب هنا واحد العازي اللي كنديرو على نار لي كسكون بجهده وكنقلب الكوكود ديالي وكمقانضورها وهي بعيدة من العافية بهتشكل هادايا احتكت تحمر لي كام لادك شعلاش في الول كسكنقلكم خصنا العجينة ديالنا تلتسقلنا في الجوانب ديال الكوكود باش مني كنقلبوها ما كبطيحش مهمة اللحتو معايا فمقانضور حتى كتولي محمرة بهتشكل هادايا وغنحيدها بغيت نقول لكم واحد القضية اللي مهمة بالنسبة للبريوش فالسر اللي كيخلي البريوش ديالني كيجي زوين هو الاختمار البريوش ديالكم لما خليتوه حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان واختام مرة ما كيجي زوين مهمة ديال نصيحة فقط بغيت نقدمها لكم هلايا بعد ما حيت تومر الكوكود فكنزينو جوانب ديالو بالشوكولاتة حبيباس وانا مريكم شكل ديالو كيفاش كيجي صراحة كيجي رائع جدا كيجي خفيف كيجي قطني من داخل وكيما قد لكم السر دائما ديال بريوش فرا هو الاختمار طي وهلوقت ديالو حتى يختام مزيان ويتضاعف الحجم ديالو لاحظوا معي كيفاش كيجي من الداخل كيجي مجاعة من الداخل كيجي قطني كيجي رطب بصراحة كيجي رائع جدا كيجي اهشيش وبالنسبة لتحمار ما كيجيش محروق باتاتل لبل تحت ولا من الفوق هنايا هادا اللي بلون الاسود اللي بمضاق ديالشوكولات هنايا غنوريكم حتى هادا اللي طيبتو في الفران كيفاش جاء هنايا دهنتو بالكوفيتير اللي هو المربة ديال المشمش درتلو نفس التزيين ديال الاخر اللي درت في الكوكوت يعني الفرق ما بيناتهم ماشي بزاف هادا كيجي يعني التحمار ديالو مساوي كتار من الاخر اصافي اما بالنسبة للقوام فكيجيو بحال بحال نفس المضاق نفس الرطوبية نفس الشوشية راحضوا معايا غنحلي معاكم حتى هادا باش شوفوا كيفاش كيجي كيجيو بحال بحال هادا يكي ما قطلكم المقلة اللي درتو فيه كان صغير شي شوية يعني القطر ديال الكوكوت كان كبار يعني ذاك الشي علاش جمرتها فعلي واحد شوية مهم صراحة انا كيهجبني اكي نشارك معاكم واصفات في الكوكوت وكذلك في الفران باش اللي ما عندهمش الفران حتى هوا ما يتناولوا البريك